احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بعيد النبي إيلي الذي عاش وترعرع في بلادنا المقدسة حيث أقيم بهذه المناسبة قداس احتفالي في مسقط رأسه في منطقة تلي ماريلياس في محافظة عجلون ترأس الصلاة قدس الأرشمدريد فنديكتوس كيال الوكيل البطرياركي في شمال المملكة بمشاركة لفيفين من الأباء الكهنة وحضور جمع من المؤمنين وفي كلمة ألقاها الوكيل البطرياركي كيال قال فيها إننا نجتمع اليوم في هذا الموقع الأثري تكريما وتخليدا لهذا المكان الذي شهد بداية حياة هذا النبي مشيرا إلى أن الأردن يزخر بالموقع الأثرية التي لها مكانة دينية وتاريخية كبيرة وقال أننا نرفع الصلوات إلى الله من أجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الأردن ويحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين والشعب الأردني الأصيل من كل شر ومكروه وأن يمنح السلامة لكل العالم كلام الرب يسوع المسيح هو الرسالة اللي بتقدمها اليوم الكنيسة لإلنا لا كلامي ولا كلام الأباء ولا البركة اللي رح نعطيكم إياها ولا إقونة صغيرة بس الرب يسوع المسيح بده يحكي لنا يكون عندنا ثقة وإيمان وغيرة على كنيسة زي النبي إليا هذا الشيء رح نروح فيه اليوم من ثل ماريلياس رح نروح وإيماننا مليان ثقة وغيرة على الكنيسة هذا اللي بده إياه مننا نبي إليا ما بده إيش تاني نكون غيورين زيه على مصلحة الكنيسة الكنيسة مش بس الحجار أو صور الكنيسة والرعية الموجودين إحنا فيها إن كان في الحصن ولا في إربد ولا في عنجرة ولا من وين إحنا جايين أو من الصريح أو من عمان الكنيسة هي في بيت كل واحد فينا أولادي وأولادك جيراننا رعيتنا كل الشبيبة كل مدارس الأحد هذول هون الكنيسة هذول اللي لازم يكون في عنا غيرة على مصلحتهم وبالأولى على مصلحتنا وعلى قلوبنا إحنا اللي تكون فعلا عمرانة بالإيمان وبالثقة بأنه الله قادر على كل شيء في حياتنا وهو ملك وسيد على حياتنا بالضبط زي ما كان النبي إليا واستطاع أنه يصنع المعجزات واستطاع أنه ينصر كلمة الله على كل الملحدين وعلى كل عبدة الأوثان اللي كانوا بيحاربوا شعب الله